أهلا بيكم النهاردة معادنا مع المراجعة النهائية قبل ليلة الامتحان إن شاء الله موفقين بإذن الله تعالى نبدأ مع بعض يلا السؤال الأولين بيقول لي Vous descendez à cette vie Non Non Descendez pas يقدروا هنختار Y ولا La ولا Louis ولا Louis طبعا الجملة دي إحنا عايزين نركز على إلا أنا هنعوض عنه أنا هنعوض عن إيه أنا هنعوض عن الكلمة اللي هي بعد حرف الجر Descendez à cette vie طيب عندي هنا الفرب مين عندي فرب descendre موجود في السؤال وكمان موجود في جملة الإجابة ستغي مسبوقة بحرف جر وفي نفس الوقت مكان غير عاقل يبقى بدون تفكير بنختار الإجرق يبقى الجملة يبقى الجملة الاختيار عندي هنا هنختار الإجرق المثال اللي بعده هنا بيقول لي باردو عايزة أختار ما بين كلمة غيان بلو بلو بيه بلو بيه طيب أرجع للجزء الأولاني بتاع الجملة بيقولي لبو بيه هو جعان طيب وعندي فرب مانجي طيب هو جعان ليه علشان أكيد ما أكلش حاجة طيب إيه النجاسيون بتاع الشيء؟ غفو سامع اللي بيقول اخترنا الآل هي كلمة غيان يبقى لوبب بقفا إلنا غيان موجي ما أكلش شيء نشوف المثال اللي بعده فوفوليست أنغاك عايزين نختار أدجيكتيف دو كولير من الصفات اللي قدامنا هنا طبعا من غير ما نفكر هبص على كلمة أنغاك يا ترى هي مذكرة ولا مؤنسة؟ في ناس هتقول مش عارف طب بص على الكلمة اللي قابليها سات دي صفات إشارة تمام سات اللي بتيه واحدة دايما بتسبق الاسم المفرد المذكر اللي بيبقى مبدوء بحرف متحرك كده يعتبر احنا عرفنا الإجابة يبقى هنبص على الصفات هنا لازم أن نختار صفة في صيغة المذكر هنلاقي نمرو بي جون جون دي صفة من صفات الألوان تنفع للمذكر وكمان تنفع للمؤنس نشوف المثال اللي بعده طبعا من غير ما نفكر كتير أنا عايزة اختار تصريب عندي الضمير عندي فو أكيد أختار يأما اللي هيكون فيه زت يأما اللي هيكون فيه أس طبعا عندي هنا من الأفعال الشعزة اللي بتاخد الأو والأس مع مع الضمير فو يبقى الاختيار بتاعي هو أ هنا أنا عايزة أختار أداة من أدوات الاستفهام بيتكلم مع كاميليا طبعا هقول مين بيتكلم مع كاميليا يبقى المثال اللي بعده نو أليس إلويز إتوا طبعا هنا برضو عندي الضمير عندي هنا نو أختار تصريف الفرب اللي مع الضمير نو هيكون عندي الاختيار نميرو دي نوزابلون نوزابلون أليس إلويز إحنا أسمينا أليس والويز والسؤال بنكمله إتوا وأنت نشوف المثال اللي بعده إيميلي أديس شغ ده سؤال يا ترى إيميلي عندها إخوات بنات الإجابة هنا يا إما أختار نو يغيان يسي يوي طب إيه اللي هيحددني إن أنا أبص على الجزء بتاعي الجملة ألا دوسر إي آن فغير هنا عندها أختين وأخ طب يا ترى هقول وي لا ما ينفعش ليه ما ينفعش علشان أنا عندي جملة اختلفت هي آن فغير لكن أنا لو كنت وي على دوسر يبقى أنا ساعتها أختار وي لكن أنا عندي هنا إجابة فيها إي آن فغير طب يا ترى أختار سي لا ما تنفعش ليه؟ لإن سي أنا بختارها في حالة لو كانت السؤال منفي طيب أنا أصبح عندي أستبعد غيان طبعا لإن غيان دي بتجزء التاني من النفي يبقى الإجابة عندي هنا نو على دوسر إي آن فغير هنا ما عنداش أخوات بس عندها أخوات بنات وكمان أخ ولد طبعا هنا بيتكلم عن السينما اللي في الحي بتاعنا كبيرة جدا إحنا بنحبها كثيرا يبقى أنا عايزة أخطار برقنام يعوض عن كلمة لوسينما تمام اللي هيقول له مع حق بس ناخد بالنا إن فيرب عندي هنا مبدوء بفويل يبقى على طول أخطار اللي فيه إلا أبوصطرف المثال اللي بعده سي كايه سونتا بو الكرسات دي يد بتوعك سي سون عايزين صفة ملكيه تناسب بو وكمان تناسب الكايه في سيغة البلوريال برافو نميرو سي تمام نشوف المثال اللي بعده هنا أنا بسأل سؤال في زبادي في التلاج ناخد بالنا أنا بسأل عن في حاجة موجودة جوة التلاج في زبادي جوة التلاج فهو جاوب علي قال لي وي بس بعد وي جات كلمة مي آه موجود بس أكيد الكمية قليلة يبقى الاختيار عندي أم بو المثال اللي بعده هل إحنا تناولنا السلطة نو أو نا يا ترى أنا عايزة أعود عن إيه عايزة أعود عن السلطة جميل جدا يا ترى مزبوقة بإيه مزبوقة بأداء من أدوات التجزئة اللي هي دولا يبقى طالما عندي اسم من أسماء الأطعمة مزبوقة كمان بأداء من أدوات التجزئة يبقى وانا مغمد أختار نشوف المثال اللي بعده جميل جدا أنا مش جاين جميل جدا جميل جدا جميل جدا أنا مش عايز سلطة يا ترى أختار إيه هنا الجملة في صيغة طبعا النفي فانا بختار طبعا د جنفو با د سالد نشوف المثال اللي بعده وغافتانج هي رياضة التجديف زي ما احنا عارفين احنا عارفين أسماء السبور من الوحدة الأولى يا ترى أنا هاختار د ولا دولا ولا دو ولا أو طبعا بستبعد اتنين بستبعد الأولانية لأنها بتيجي في صيغة النفي وكمان أستبعد الأخيرة لأنها بتبقى مع فر بجوي يبا لختار عندي يا إما دولا يا إما دو يطرب أمن حفظينا للكالمات غافتانج كانت مسكولان ولا فيمنا برافو يبا بنا خطار سي دو غافتانج لأنه لغافتانج هي مسكولان تابعا هنا من غير ما نفكر عندي البرنام وفو يبا أختار تصريف الفرب مع الأو والزت يبا الاختيار عندي ديسون دي نميرو سي نشوف المسكولان هل إلي بعدو سي لاني بخسير دو دان يترد عيد ميلاد دان أشات أنكدو اشتري له أنكدو اشتري له دي يبقى أنا عايزة أعوض عن مين أعوض عن دان دان طبعا عاقل ومفرد وكمان الفرب عندي فرب أشتري من الأفعال اللي هي ان دي راكت اللي بتاخد حرف الجارج يبقى على طول أخطار لوي لداغنيار لاني داغنيار لاني داغنيار السنة اللي فاتت كلمة دالة على إيه كلمة دالة على الباسي إيل أو كندا طيب نشوف مين ها نستبعد مين الأول أبص على الدومير الفاعل إيل يبقى إذن أستبعد مين أستبعد نميرو آ لأن الصم معنو واستبعد نميرو دي لأنها مع إيل أو آل يبقى أنا عندي يا إما نقول أنا بتي يا إما الصم تالي أصبح عندي الاثنين متصرفين مع الإيل في كاس طيب دعالوا بقى كده نحدد ونعمل زوم على الاختيارين هنا إيل جمع إيه جمع مذكر طيب نبص بقى هنا على اسم المفعول اللي في نميروسي برافو هنا هبار عن تبعية الجمع المؤنس أ و أس يبقى نستبعدها يبقى الاختيار عندي أنا بتي نشوف المثال اللي بعده علي هنا طالما عندي اسم وراءكما أو حتى وراء علامة تعجب يبقى أنا بتكلم معاه بكلم مين هنا؟ أنا بكلم علي علي إيلفو لافي لما أفون دو مانجي أنا عايز أقول له يا علي لازم تخسل إيديك قبل الأكل طب أنا بكلم علي بكلم علي بأنه ضمير برافو أنا هنا بتكلم مع علي يبقى أقول له تولافي إيلفو تولافي لازم تخسل إيديك لكن لو أنا بتكلم عن علي يبقى إيلفو سو لافي لكن هنا أنا بكلم معرفته منين؟ الاسم عندي وراء علامة كما أو يكون وراء علامة تعجب طيب المثال اللي بعده فونو فوني با فيكنو مش هتيجو معينا؟ هنا صيغة السؤال طبعا من فيه بغافو طيب الجزء بتاعي الإجابة إيه؟ هو رد علينا قال أنا فاضي بأ إذن هو هيجي معانا طيب دلوقتي لما يكون الجزء بتاعي الإجابة متفق مع السؤال بعد ما نحزف كده جزء النفي كأني هقوله فبيقولي بأ إذن جاي معانا يبه هو عايز يقولي وي طيب وي في بتاعة السؤال المنفي هي سي وأفكركم تاني إن الإجابة على السؤال المنفي بتبقى بحاجتين يا إما سي لو عايز أقول وي يا إما نو لو أنا عايز أنا في نشوف المثال اللي بعده هتعملين لك كيش وكيش هي الفطيرة طبعا بتبقى محشية بالجبنة أو محشية باللحمة أو محشية بأي نوع من الحشوات اللي أنتو بتحبوها طيب هنا هيقولي السؤال على طول عندي فربفار وعندي اسم من أسماء الأطعيمة على طول هنختار أداء من أدوات التجزئة هنا بقى الإجابة هتختلف هي ماما تعمل لنا إيه فطيرة يبقى فطيرة واحدة هنا برمز للعدد يبقى إزا هنختار إن هنا المثال اللي بعده عايزة أختار اسم المفعول المناسب هنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن كرافات كرافات هنا في صيغة الجمع المؤنس وإحنا عارفين إن مع تبعية أفوار بتقلو تبعية مع البرونوم برسونال ليه أو لا ونشوف هنا لو كانت اللي بتعود على جمع مذكر يبقى هنختار لها نميرو بي طب لو كانت اللي هتعود على الجمع المؤنس ها شطرين هنختار لها الـ آ يبقى الاختيار هنا عندي نميرو آ إكس بلوغاتور إيه دا أمريك المستكشف دا من أمريكا طبعا إكس بلوغاتور هو مذكر وفي نفس الوقت المبدوء بحرفي في ويل يبقى الاختيار بتاعي ها وأنا بغمت كده على نميرو تمام على نميرو سي اللي هي ست بتي وحدة شوفكوا على خير